بصوا هو الناس بتقول عليه الكابتن الكبير الكابتن العظيم الكابتن الجميل الشعر الحلو اللي بيقوله العظيم بس هو بصراحة بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من المتابعين للكرة المصرية مش كثير كل المتابعين للكرة المصرية سواء مشاركين في اللعب أو حتى متابعين من برة هو أسطورة تدريب حراسة المرمى في مصر هو المرجعية لكل حراس الكرة اللي موجودين في مصر مفيش حارس في مصر تقريبا هتبص على كل الحراس أكيد عده على الكابتن الكبير كابتن أحمد ناجي اللي بيشرفني النهاردة ضيف عزيز كريم رائع كالعادة يا كابتن أحمد مشرف ومنور الله طبعا عشان المقدمة دي أزابة سلوك ولا يقوله حبيب قلبي كابتن أحمد كان زعلان مني بحقا كده بس بعيد يعني بقيت شوية بس صالحنا النهاردة وحبنا ببعض كتير تعرف أنت شخصية جميلة ويعني كل الناس بتحبك وأنا شخصيا على المستوى الشخصي بقى يعني أنا بميل للأشخاص اللي يعني تحس فيهم بالصدق يا حبيبي يا رب يخليك يا رب يخليك الصحة عاملة ايه زي الفل استراحة محارب الحمد لله يعني لسه كنت بكلم مع الشباب بره أنا بقالي 35 سنة ما خدتش راحة 35 سنة رب يدك الصحة صحبتين عدهم لك 35 سنة اه عد 10 سنين في قطاع ناشئين في الأهلي 13 سنة في الفريق الأول في النادي الأهلي ده متواصل خمس سنين مع المنتخب الأول سنة في إيران سنتين في قطر أربع سنين اللي فاتوا طول في سموحة وفي سنتين مسقطين مع نادي الشمس ومع الشرقالي الدخل مع كابتن سايس الله يرحمه ومع كابتن مصطفى يونس أه في أول الشغل خالف يعني أنا جايبها من درجة تانية طب كابتن حمد بصراحة شديدة دايما بقولي نفسي إن شاء الله يعني لما أعمل مشوار عظيم زي أحردك حبتك شغلي بقول فيه وقت كده اللي واحد بيحس أنه لا ما يعرفش يقض ما يعرفش يريح يعني مثلا لا لا أنا من الضبط 3 سنين أنا أعرفت أحمد سامي على فكرة آه أعرفته أعرفته جدا آه من هنا في سموح آه لأن كل أسبوع بعتذر يعني خلاص يعني كل أسبوع مش عايز تكمل آه 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 يعني الأجواء ما كانتش أحسن حاجة بالنسبة لي آه وكان نفسي في فصلة كده يعني فصلة صغيرة يعني آه يعني دلوقتي بعد ما قاد رجليه بتاكل تاني على الشغل هي دي ما بتستحملش دائما يقولك إنه اللي بيشتغل كتير أو اللي بيشتغل كتير أو اللي بيشتغل على الشغل صعب إنه رأي حتى لو نت يعني حتى دلوقتي بقى عامل وقت للجيم كل يوم عشان أنزل أفرغ الطاقة و أحافظ على يعني بيقتي آه وبقى فت يعني بقى مستعد يعني